السلام عليكم ورحبا بكم شعر الجمع شاها تكونوا بخير و بصحاها جيدا نرحب بكم في متباخ المتواضع شاها يلاحظكم الوصفات اذا كميرا كتوفوا جبت لكم اليوم خبز القطيف تقليديا تبعوا معي الفيديو للاخير انشاء الله ندروا مع بعض هذه الخمزة نبدأ لبركات الله عندي لعنة يا كيس القطايف المشري يعني قطايف سوريا تعال الشعرة يعني لرقاق كامل عندي لعنة زوج كيسين كوكاو او كأس كوكاو حسب حجم تالسينيات انا حمصت الكوكاو بتاعي بالقشور وحمصتهم مليح انا منحب مذاق الكوكاو ونحمص ايبان عندي لعنة قرفة لازم ندروا القرفة في الكوكاو والقطايف تحب القرفة بزاف وعندنا مزهر يعني مكونات جد بسيطة وحنا تحصلنا على خبزة القطايف الله الله نشربه فيها لا تاي في الصحراء رمضانية او تروحوا ضياف ولا تدوها في يديكم عندي لعنة سمن درس كمية سمن مخلطة مع زبدة ذيبة وعندي ثلاث ملاعق او زوج ملاعق سكر يعني اختياري حسب المذاق اللي تحبوه توما او اذا حلوه بزاف دير وثلاثة اولا ولا ما تبعوه بزاف دير وزوج نشمخ بالما زهر ونخلص الخالد ساعي وليزم يكون شوية معجن يعني ما تخلوش الخالد تاع الكوكا وتاعكم مرمل لازم يكون شوية معجن يعني كي تشمخ ذاك السكر وليك يشغل يتلاسق في اليد كما هكو شوفو نخليه يتساح شوية عندي لهنة يا سينية تاعي يعني حوالي عشر سنتيمت هاذا سينية تجي فيها خبزة تهبل تاع القطايف ادهنتها بالزيت ندير طبقة تاع القطايف لازم تحلو القطايف بتاعكم شوية ملح يعني فتحوهم تخلوهم شاعدوا كور كور حلوهم هكذا انا هاذا سينية راح تديلي كمية تاع القطايف كامل يعني كيس تاع القطايف وحاولوا تديروا طبقة تحتانية كيما تبقى الفقانية كما هكذا تضغطوا عليها شوية ديروا الحشوة تاعكم والحشوة تخليوها تلحك حتى الاطراف يعني بعدوا الاطراف حوالي زوت سنتيمتر كيما قلت لكم بعدوا الاطراف كيما راكو تشوفو الآن نغطي بطبقة ثانية من القطايف مشيوها مليح وعدلوها مليح مليح مشيتجي جيها طلعوا جيها هابطة اللي هنا طريقة تاع القطايف انا مختلفة على البقية هذه هي الطريقة تاعي المعتمدة من اللي كنت صغيرة يعني هاذ الخبزة راهي مشهورة بها الفراشة يعني كامل يعرفوني بهذه الخبزة لو كان ضوكة تشوف لوستي هاد حدرت فيديو وحطيت هاد الخبزة لابلي بلي طعيتلي في تليفون تقولي وراي حقي التموت على هاد الخبزة لوستي الصغيرة شوفو انسقي انا الخبزة تاعي بشوية مظهر يعني رشو عليها كمية مليحة ثم لحنا عندي حوالي كأس معمر تاع سمن مخلط بالزبدة ذيبة وبارد نفرغ عليها شوفو كما راني نفرغ لازم تشربوا مليحة القطايف بخالدة الزبدة والسمن ولا تقدر تخلطوا الزيت ثاني ديروا بالزيد المهم سققوها مليح مليح كما راكو تشوفو ذوكا ندخلها للفرن ونشعل عليها ملتحت حوالي وقت حوالي 25 دقيقة كنشوفو الاطراف تاعها بدوي حمار وقم الفوق يبسط ما تشعلوش عليها فرنو بزيف قاوي ما تحطوهاش الهنا كي طابت ملتاح قاعدة سينية ثم قاعدة ثم استعملوا طبسي انا حطيت الطبسي قدامي يعني خفت يكون فيها سمن ولا مازال ما تشربت شمليح سمن ادفقوا في الطبسي اقلبوا الخبزة ورجعوها قاعدة الى الصينية ثم بواسطة الطرشون وحاجة المهمة حاجة تكون نقية كما الطرشون تاعيتها سبيسيال غير المخبوزات الضغط عليها من الفوق باستعمل تحضر تحضر خبزة خبزة وحاجة هنا انا العسيلة طيبة وكنت دائرة معكم فيديو لا تكون عسيلة خفيفة خبزة 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 ثم تبس الخبزة يبقى التزيين اختياري كل واحدة في الدار التزيين اختياري احضر تحضر شرائح وكتابة مصدر 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 انا انا احب انا انا قمت بكزة دائرة خبزة اخرى قدرتها في اوائل القناة زينتها بلاك 5 سنطي و شرائح التمر انا هات الخبزة و انا نضيفها معي بزيف بنينا اذا ان شاء الله تعجبكم و اتجربوها و خلوالي تعليقات سوف نخدم معكم عجينة القطايف بطريقة بسيطة تبعوني فقط اسهل منها شوية عملية نسبة ملح كاس و نصف تارينة كاس و نصف تارينة نخلص الناواشف مع بعض الملح و الفارينة و خلطهم مليح ثم نضيف كاس و نصف ماء ماء بارد كاس و نصف ماء نضيف كاس و نصف ماء خلط المكونات مليح و مليح و نخليهم يريحوا 10 دقائق نضيف كاس الحلواني ثم نضيف كاس الحلواني ثم نضيف كاس الحلواني يستعملوا هذا الكاس يساعدكم كثيرا شوفوا العجين التاعي ثم نضيف كاس الحلواني للنهات تحجيل الخليط يجب جربة ثم نضيف حتى نضيف الماء يجب اضافة آس متأكد شكرا ثم نضيف عاضي إن أفضل ذلك يجب ان تصفي و الخالط يجب ان تصفي و الخالط نبدأ بخطوط كما رأيكم ترى خطوط تبقى و تدوره حتى يتم تحصل على مجموعة كبيرة تحصل على مجموعة كبيرة هي المبوتة للقطايف فيها حوالي 12 من ثقبة كانت عندي راح تلبس هذه المقلة لازم تطوى كبير تحصل على القطايف تبقى وراء الدور الناس تكون متوسطة ترى تحصل على قطايفة و تتضرب أحد و تضربها تضرب 30 ثانيه و تضربها في الطرشونة و تضربها تبقى وراء الدور والله انا اعجبني الحال قاعدا ندير حتى لا تصورت كمية انا قلت نوري لكم فقط الطريقة اعجبني الحال انا اشتركوا اشتركوا الفراغ او عمره حاولوا لا تقطعوش العجينة حاولوا تضربها طويلة حاولوا لا تقطعوها حاولوا لا تقطعوها تبقى وغير تدوروا تضربوا بخصوك حاولوا ما هي الفراغ ما هي سوريا هو تحتاج تحتاج يمكن أن نسوا في تخلص كمية ملحة يمكن أن تكثر وضع ثلاجة يمكنه التخلص وخدمه وليس تخلص كمية ملحة ان شاء الله يا ربي فقط ان تكون وصلت لكم يعني المعلومة وان شاء الله تكونوا فهمتوا علي مليح مليح ولا كش مكاين اسئلة خليوها لي في التعليقات حكا نرجع عليكم ولا شفتوا ما رجعت عليكم التعليقات اسمحوا لي على خاطر كأن بعض التعليقات تكتبوا فيهم يعني كلمة محظورة اليو يو يو يبعثهم للمراجعة يتخبا وما قدش نشوفهم حتى ندخل داخل جوجل باش نلقاها اذا واذا تشتوني ما رجعت عليكم نتأسف منكم بالبزاف وعودوا ديروا تعليقات في الفيديو الجدد هكاي بحي نشوف تعليقات التعكم المهم ان شاء الله يا ربي تكون الوصفة لحقتكم ونقولكم ما تبخلوش بجام وخلوا لي تعليقات تعكم وهزوا الروابط حطهم في مواقع تواصل اجتماعي كادام منكم تلافير وحتكم وإلى الملتقى إن شاء الله